موسيقى موسيقى السلام عليكم نصيحة المشهورة كل صحة طول الأسبوع يوم الشيط داي زبط حالك وكل اللي انت عايزه اليوم الفري يعني كلام ده ناس كتير قوي كان ماشيون عليه بقالهم سنين وطبعا اكيد حاجة كويسة ان انت تكافئ نفسك بعد لو انت ماشي على نظام معين طول الأسبوع إنما الواقع اللي بيحصل ان انت طول الأسبوع الدنيا ما بتمشيش زي ما انت عايز بيحصل طوارق كتير بتخليك مش قادر تمشي على نظام الدائد بتاعك مثل العزمات عيد ميلاد اتأخرت في الشغل جبت اكل من بره خروجة حلوة بالليل وهكذا وطبعا هتفضل عندك احساس بالزامب وبعدين هتقوم داخل على اليوم بتاع الشيط داي ده اللي هو بقى المفروض اليوم المفتوح وبتاكل وبعدين تحس ان ايه هتاكل بقى ايه وبعدين تقول ايه انا ايه اللي دخاني في القصة دي عم كله وبتاكل وزبط حالك وبتدي تدخان تاني ووزنك يزيد وخلص بقى مرحلة الكتاب تخش فيها تاني وتنسى بقى موضوع الدائد ده لحد بقى ايه حد يفكرك بي تاني فيه قاعدة بقى مهمة جدا لازم تمشي عليها ان انت تستمر في العادة او النظام اللي انت هتقدر تمشي عليه طول حياتك يعني اقعد تغير حاجة في النظام الغذائي بتاعك وانت هتقدر تستمر عليه مش هينفع تنساش تدوس لايك وسبسكرايب وتدوس على الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديدة اول ما تنسى لان المنتهى السهولة اول ما هتبطل النظام او الحاجة اللي انت مش عجباج دي او ماشي عليها بقى لك فترة اول ما هتبطلها هتبتين ترجع للعادة القديمة بتاعتك وبعدين هوب وزنك يزيد وولا كأننا عملنا حاجة فيه فارق كبير او يا جماعة بين ان انا امشي على ضايت وبين ان انا اغير اللايف ستايل بتاعي او نمط الحياة تفرق خلاص ان انتوا لازم تسأله نفسكوا سؤال مهم جدا ولا انا هغيره في النظام الغذائي بتاعي ده هقدر امشي عليه ولا لا لان الهدف جماعة في الاخر ان انا احصل على جسم صحي مش الهدف ان انا اخسس نفسي وبسرعة وقلب وخلاص لان لو ده هدفك تأكد ان انت ممكن تمشي شوية في الهدف ده وبعد كده لا يمكن هتقدر تكامل ووزنك هيرجع يزيد بسرعة لان لما تقدر تغير عادة مع عادة تتغير نمط الحياة بتاعك اكيد في الاخر هتوصل للهدف اللي انت عايزه بمنتهى السوق ويا ريت يا جماعة لحد عنده اي سؤال اي استثار اكتبلي في كومنتات تحت والسلام عليكم